مسرح الأحداث في محافظة الجوف لا يزال متوتراً رغم ما يبدو أنه خروج مؤقت عن دائرة الأحداث في الفترة القليلة الماضية بعد أن ظلت هذه المحافظة مدار اهتمام الإعلام والأقلام لنحو سنتين من الزمن ثمت أسباب كثيرة تعزز من أهمية هذه المحافظة الشمالية في جغرافيا البلاد المضطربة فبالإضافة إلى الإمكانية الاقتصادية الواعدة فإنها أيضاً تشغل اهتمام المتابعين في هذه الأثناء بالنظر إلى دورها المحتمل في تضييق الخناق على معقل الجماعة الحوثية المتمردة في صعدة خصوصاً بعد التقدم العسكري الكبير لجيش الوطني والمقاومة من جهات مدرية البقع ومع اشتداد هذه المعركة في البقع يدور تساؤل بشأن إمكانية اتصال الجيش والمقاومة بالجيش والمقاومة في الجوف وخصوصاً من جهة الأجاشر القريبة والتي تقعوض من منطقة اليتم التابعة لمدرية خب الشعف المترامية الأطراف يبدي الإنقلابيون قلقاً من إمكانية اتصال الجبهتين في مثلث البقع الاستراتيجي ما قد يعني تعزيز الضغط والتسريع بالتقدم الميداني صوب وسط صعدة حيث يتحصن قادة ميليشيا الحوثي وفقاً لتقديرات المراقبين على مدى العامين الماضيين ظلت الجوف مسرحاً لمباراة دموية على السيطرة وانتهت مؤخراً بوضع القوات الحكومية والمقاومة يدهما على معظم إراضي المحافظة وتحرير واحد من أهم وأخطر المعاقل الاجتماعي للميليشيا في مدرية الغيل لكن لا يزال الميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية وجود في المديرية المتاخمة لمحافظة عمران وهي مديريات جبلية لكن لا عوائق تمنع من تقدم الجيش في ظل إسناد جوياً من التحالف إذا توفرت الإرادة للمضي قدماً على خط الحسم